اشتركوا في القناة كما كان يسوع ماشيا على شاطئ بحر الجليل رأى أخوين سمعان الذي يدعى بطرس وأندراوس أخاه وهما يلقيان الشبكة في البحر لأنهما كانا صيدين فقال لهما يسوع اتبعاني أجعلكما صيدين للناس فتركا الشباك حالا وتبعاه ولما جاز من هناك رأى أخوين آخرين يعقوب ويحنى في السفينة مع زبدا أبيهما وهما يصلحان شباكهما فدعاهما فتركا حالا السفينة وأباهما وتبعاه وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز بإنجيل الملكون ويشفي الشعب من كل مرض وكل علة وزاع صيته في سوريا كلها فحملوا إليه جميع من كان بهم سوء مصابين بأمراض وأوجاع مختلفة وممسوسين ومصرعين ومفلوجين فشفاهم وتبعته جموع كثيرة من الجليل والمدن العشر وأرشليم واليهودية وعبر الأردن حقا والأمان لجميعكم أعزائي المستمعين مستمعين صوت المحبة ومشاهدي شاريتي تيفي الله معكم وعيد مبارك للجميع وخاصة للذين يحملون اسم نعمة الله في كل مرة نسمع بالحربين نتذكر قوله المشهور اللي كلنا بنعرفه واللي كلنا بنفكر فيه واللي هو بيقوله نص الجملة بس الشاطر يخلص نفسه بس الجملة كلها سوا هي بتقول انه هايدي الرهبني والشاطر يخلص نفسه شو معنات الشاطر يخلص نفسه معناتها مش الزكي مش الحكيم مش الحربوق مش المفكر كتير بالعكس تماما وبعتذر من أخوتي الرهبين أزقلت ما أفكر فيه بهالجملة يبدو أنه القديس كان عيش في بيئة مزعجة مؤلمة فيها شكوك فيها خطايا فيها نزوات فيها مخاصمة وفيها تباعد وفيها رفض كل هالمجموعة هايدي كان عيش فيها الحرديني ومن الطبيعي جدا من الناحية البشرية أنه يطلق هالصرخة لبعد لبعد صداها بإمكانه يوصل إلى كل البيئات الرهبانية والكنسية ويقول الشاطر يخلص نفسه وما قيل عن البيئة الرهبانية بينقال عن البيئة الكنسية والبيئة الدينية والبيئة الاجتماعية والبيئة الوطنية وبينقال عن كل البلد ونحن بالأيام هلا اللي عم نمر فيها فينا نقول الشاطر يخلص نفسه هالكلمة هالصرخة هالنبوة بالأحرى إلى مفعوله وبيبقى مفعولة مدى الأزمان وهالكلمة هايدي أنا شخصياً بترجعني للكتاب المقدس بالعهد الأديم بترجعني ليسوع بالعهد الجديد وقت اللي الله بالعهد الأديم دعا 17 نبي خمسة كبار و 12 صغار وسميهم وسموا الأنبياء الكبار نظراً لحجم نبوتهم مثل إشاعية 66 فاصل قد كل الأنبياء الصغار والأنبياء الصغار سموا صغار مش لأنه نبوتهم ضعيفة ومنة سينية ومهمة لا بس لأنه حجم نبوتهم كان قليل ومجموع فصول للأنبياء 12 67 فاصل بس شو الهدف في كل مرة منطقة بني إسرائيل كانت تعيش الأزمات والصعوبات والخيانات والانقسامات والعدوات والتكبر والجشع والطمع والتخلي عن الله وعن عبادة الله كان الله يدعو أنبياء وهؤل الأنبياء كان عندهم مهمتان كان عندهم صرختان كان عندهم نداءان كان عندهم رسالتان تتشابه أول نداء بيقول للشعب توبوا هالكلمة واحدة ليش الله دعا بعض الأنبياء تيبشروا بهالكلمة تيبشروا الشعب اللي تخلى عن ربه والإنسان اللي بيتخلى عن ربه بيتخلى عن حيه وبيصير متكبر وبيصير ظالم وبيصير حاقد وبيصير متشبس وأناني فإذا طالما هالطبع الإنساني هو هو زيته من قياب آدم لآخر ولد بيولد هلأ في هذا الطبع فربنا أراد من أنبياء ويقل لهم مفروض فيك نتتوبوا وأذا ما بتتوبوا تنالون العقاب تنالون الصراعات تنالون السبي تحصلون على التهجير وعلى التفرقة طالما تركتوا الله فإذا من يترك الله بالعهد الأديم الله يتركه ويعاقبه ويرسل له الرسائل القاسية وهان فينا نقول الشاطر كان يخلص نفسه لأنه لحقوا عبادة الأصنام وعبادة البعل ولحقوا الأوثان صار فيه حياة سطحية وحياة إباحية وحياة كفر واستبدال لأله بآله آخرين إلى آخرين كذلك الله بالعهد الجديد المسيح بالعهد الجديد مثل ما سمعنا شفنا في عملية احتلال شفنا عملية الانتهاء من انقسام المملكتين يسوع بده بده يدشد عهد جديد وأنبياء جديد ورسل جديد وتلاميس جديد تيبشروا بالتوبة وبإعلان الملكوت وعلى أثر نداء يسوع للرسل شفنا أنه ببداية الكنيسة وخاصة بجيل الرابع كفت مدرسة يسوع وصاروا يدعوا إلى الانتماء إلى الدعوات الكهنوتي ومن الذين لبوا النداء مارنا عن طلع الحرديني وأزا بدنا نعرف عنه إلى جانب هالجملة اللي قاله الشاطر يخلص نفسه هادي ما بتثبت للرهبين فقط إنما بتثبت لكل إنسان مسيحي ملتزم عايش ببيئة فيها فساد وفيها أفساد وفيها صراعات وفيها انكسامات وفيها طمع وفيها أناني وفيها إباحي وفيها كل شي فإذا إذا بتريدوا نتيلة القديس الحرديني نداء الحرديني بيوصل علينا من كفيه بتحذير يسوع إن لم تتوبوا تهلكوا فإذا نحن أمام مدخلان مدخل الخلاص بالتوبة ومدخل الهلاك بدون التوبة وعلى الإنسان على كل واحد مننا إنه ياخد قراره برجع للقديس الحرديني نحن بنعرف إنه ولد سنة الألف وثمامية وثمانية ومات سنة الألف وثمامية وثمانية وخمسين والمعروف عنه كمان مثل شعاره الشاطر يخلص نفسه إنه كان معلمه للإديس شربل كان معلمه للإديس شربل لوقت محدد بس كان الحرديني تلميذ دائم سمعوا منيح كان تلميذا دائما ليسوع المسيح ولأنه كان تلميذ ليسوع المسيح طيلة حياته توصل إنه يوصل إلى درجة القديسة وأعلن قديس بروحانية بروحانية عميقة تستند إلى كلام يسوع ونحن تعلمنا شغلتين إنه في الروح والروحانية بيقولوا روحها الجمعية روحها الإديس معناتها صيغة الشهادة والروحانية صيغة العبادة بما امتازت روحانية نعم طل الحرديني بتلت عنوين بتلت أمور أول شي عبادته للقربين المقدس يعني اللئمة لئمة يسوع وقراءته للكتاب المقدس يعني كلمة يسوع عنا اللئمة وعنا الكلمة وعنا مريم كان يتأمل ويطالع بكتاب أمجاد مريم للإديس ألفونس دليغوري إذن ثلوس الروحاني للحرديني هن كلمة ربنا لئمة ربنا ومريم العذرة وهون مرتبطين ببعضه لأنه وقت اللي بقول أنا بالكلام الجوهري هذا هو جسدي يعني هذا الجسد من مريم فإذن ثلوس مرتبط ببعضه البعض متكامل ببعضه البعض وبيوصل للأديسة فإذن لازم نعرف وبيكفي أنه نحفظ هذه الثلوس الأربان الكتاب المقدس ومريم ميزات هالشخصية الروحانية اللي تميز فيها الأديس الحرديني بحسب ما قرأت وبحثت وتأملت شفت أنه هالشخصية هايدي انطلقت من التواضع انطلقت من الأمحاء انطلقت من التخلي لأنه هو ترك كل شيء ما في دعوة كهنطية رهبانية أو دعوة إلى القداسة إذا لم يكن فيها نوع من الترك نوع من التخلي للأمور الزمنية اللي بإمكانها أن تكون عائقا لدخول في دائرة القداسة بدك تكون قديس بدك تكون صديق لربنا ومعربنا لازم يكون فيه عملية تخلي والتخلي مكلف ومتعب ومضني بس ولكن عندما يكون الإنسان عندما يخلي ذاته عندما يتواضع عندما يعيش الأمحاء بإمكانه أنه يمشي على درب الأداسة فإذا الوقت اللي بقول أنا متواضع ترجمة التواضع عند الحرديني كانت أنه على الرغم من كفاءته العلمية واللهوتية والراحية والإدارية كان رئيس عام وطلب منه مسئوليات كتيري فضل يكون مرؤوس ومش رئيس طبعاً هالكلمة هايدي إلى معين كتير لا يحق لأحد أنه يشرحها فينا نشرحها بعملية التواضع فقط وبنكتفي بهذا الكلام أن يكون مرؤوساً لا يريد أن يصدر أوامر لأنه رئيسي فيها أخطار وفيها مطامع وفيها لا سمح الله زواريب كتيري عندما أوظف رئاستي لمقارب شخصية لمنتفعات شخصية إلى آخره فإذا نكتفي بحياة الأم حاء اللي عاشها الحرديني وعندما تأصلت فيه عملية الخفاء ذهب إلى التنسك إلى الزهد إلى التقشف إلى التعري التعري عن أمور العالم والأمور الدنيوية لأنه هال بيروحوا مع بعضه وعلى الرغم من هذه الروح اللي عنده ما تخلى عن صفة المعلم المعلم القدوة المعلم البارع الأستاذ الهادف لأنه كان من خلال تعليمه والمواد يعلمه عنده هدف اللي عم بيعلمهم بده يوصلنا إلى هدف الأداسة إلى هدف التعلي والتعالي عن الأمور الدنيوية وإذا شرحنا حسنات الأمور السماوية اللاهوتية يسهل علينا التخلى عن الأمور الدنيوية وعندما تتجمع هالصفات بالإديس الحرديني بالأبونا الحرديني من الطبيعي جدا أنه يكون عنده شوق إلى الأعالي إلى الأمور السماوية بقدر ما أتخلى عن الأمور الأرضية الزمنية بقدر ذلك أتوق وأتشوق إلى الأمور السماوية فهذا القديس الذي عاش التخلي والترك والتحلي بالزهد والتقشف لسبب واحد لهدف واحد أنه ما عناه من تعطير على الأرض سيكافأ بالتجلي في مجد السماوية ولا عجب أن يدرج اسمه في لائحة القديسية وهلأ صرنا نفهم أنه ما قاله الشاطر يخلص نفسه صرنا نفهم شو معنات هالشعار أنه كل مرسل كل مرشح للأداسة وكل نبي وكل رسول يتوصل إلى درجة القداسة ودرجة الطباوية بسبب الأزمات اللي عصرها واللي عيشها واللي حاول ينتصر عليها من خلال اتضاعه من خلال الخفاء اللي عيشوا لأنه أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين وبختم كلامي عنه بينحكي كتير ثلاث نصائح عطانا إياها إلى جانب الشاطر يخلص نفسه قال له لا تحزن أخيك لا تكون سبب حزن لخيك لا تحزن أخيك لا تشككه عارف شو عم بيقول وإذا شككتك يدك أو عينك أو رجلك فاقطعها وهذا نحنا منقوله لكلنا سوا الكاهن اللي بيشكك البي اللي بيشكك الأمة اللي بتشكك عايشين بعالم مزروع شكوك بس الإنسان اللي بيتحصن بربنا لا يقدر أحد عليه فإذا لا تحزن أخيك لا تشكك أخيك بل عاتبه وهالشي هذا من خطبة الجماعة بمتى فصل 18 وبالآخر بيقول لا تفتري عليه فإذا أحبائي جميعنا مدعوون أن نكون حكماء في عيش حياتنا المسيحية أو حياتنا الرهبانية أو حياتنا العامة وما فيها وما تتضمنه من مخاطر ومن صعوبات نرجع منقول بهالحالة هذه فينا نقول بالاتكال على الرب واتكال على إرادتنا الشاطر يخلص نفسه آمين كان معكم الأب يونان عباد على أمل اللقاء فيكم بحلقة جديدة ودائما من صوت المحبة في تيفي تشاريتي وإلى اللقاء اشتركوا في القناة